انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للولاية وتأكيده على ضرورة متابعة سير المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين وتقصي وضعيتها تتي زيارة والد ترازة للمقاطع الطرقية قيد الأشغال في مدينة روسو ضمن مشروع إعادة تأهيل شبكة الطرقية المتهالكة والسعي إلى إكمال الأشغال في هذا المشروع الحيوي قبل بداية موسم الخريف نحن هنا اليوم من أجل المتابعة تشغالة المقام بها من أجل تبليط 8 كيلوات المستوى مدينة روسو هذه المدينة التي نقدم نقول أنها مكنت في الطرق والحمد لله من التوجهات للأطسيد الرئيس يبان زيارة الأخيرة التي عدلها عدل مدينة روسو وعدل همس الوزراء تعليمات تم إنجاز 15 كيل من الطرق وفيها 8 مباركة معها إن شاء الله وفيها إن شاء الله السبع عيال أخرى إن شاء الله الدور تبدأ في القريب العاجل هذا داخل في طار الاهتمام السيد الرئيس وحكومته بالمواطن الدين تروسو مدينة نقدم نقول إنها ما فيها الطرق بشكل عام مبلطة والله العاد فيهم إنها شيكان غديق وحيغة زمن الخريف تعرض المواطنيين الياسر من المآسي وياسر من القلق على أموالهم على مفتلكاتهم وإيضاً نملي على أنفسهم ناراً لأن دائماً لمطار اللينجي منها مدينة شاطئية وفيها أراضيها سوداء وبالتالي فيها الطرق أيضاً فيها حفر وبالتالي يخلق مستقعات يتأثر على الحياة السلسلة للواطن وبالتالي حرص من الحكومة بتعليمات من فخامة الرئيس من أعضاء تعليمات طريحة وواضحة لإقطاعات المعنية منها تبادر إياك إنها تمرق بالمدينة هذه الوضعية له ثمانية كيلومترات تجري الأشغال فيها منذ شهر تقريباً في مدينة روسو بهدف تمكين المدينة من شبكة طرقية للتواصل بعد معاناة طويلة مع المسالك الوعرة والحفري المغمورة بدأنا العمل للغارة كشهر والحمد لله تقدمنا في المرحلة الأولى من العمل لحكماً عادتها في تقريباً 98% منها بدأنا في التحضيرات للعملية الثانية لكن قدنا في الآجال المحددة اللي هي سابق لخريف بدأت العملية الثانية كذلك وهي يجلب الآليات اللي لا ينقلونها لما تريد كوشد فونداسيون كوشد باس بدأنا في التحضيرات وستبدأ العملية إن شاء الله في ظرف السبوع على الأكثر إن شاء الله العملية الأولى كما قلت لكم قبل مشاتي إلى 95% أو 98% تباركي نظركوا على فينيسيون الترسمة لكن قدنا نبدأ في الكوردو شو سيلي وكوشد فونداسيون وكوشد باس هي إذن زيارة طلاع وتفقد لسير الأشغال في أحد أهم مشاريع البنى التحتية الطرقية في المدينة وأكثرها الحاحن زيارة اختارها الوالي أن تكون زيارة تقييمية لمسوى تقدم الأشغال من جهة والحث على تكثيف نسق العمل ومضاعفة الجهد لتسليم هذا المشروع الحيوي قبل الموسم المطري القادم